السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرة أخرى معكم أخوكم همام العزاوي من قناة تعلم الالكترونية ومدونة تعلم درسنا لهذا اليوم إن شاء الله سيكون شرح لأدوات سيكون شريط السفلي الموجود في أسفل السطح المفتل نبدأ على بركة الله بسم الله تلاحظ عند الضغط Click Amen على الشريط تظهر لنا هذه القائمة المتسدلة نبدأ من أول خيار اللي هي Tool Bar اللي يقصد بها شريط الأدوات أو أدوات الشريط كل المعنيين يؤديان نفس المعنى Tool Bars تلاحظ أنه يحتوي على قائمة المتسدلة أخرى جانبية يحتوي على الادرس الادرس يقصد بها عندما يفعل كلمة Address يقصد بها العناوين التي توضع في أسفل الشريط تلاحظ اعطاني العناوين يعني ممكن يكتب أي عنوان معين ويكتصر مباشرة على إنه هذا بالنسبة للادرس مرة أخرى اللي هي الروابط هذه هي الروابط كما تلاحظ الخاصة اللي التي تتصفحها مؤخرا أو مضيفها أنت الديسكتوب هو يقصد بسطح المكتب الديسكتوب يعني أي برنامج معين يكون أوصل بها سهولة من هذا الخيار مثل ما تلاحظون ميكمبيتر يعني يتجهد و هكذا الانجوج بار أنا أفعل الانجوج بار التي يقصد بها إمكانية تغيير لغة وثورة ووصول إليها هذا هو الانجوج بار بإمكانك إخفاء أو بإمكانك إضافته نعم أو بإمكانك إضافة يعني فولدر أو نوتول بار يعني مثلا خاصية أخرى للشريط الأدوات أو إضافة حافظة معينة لاحظوا مثلا لو أنا أخبرت الويندوز بإضافة فرضا الهارد الدي مثلا 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 تلاحظون أضاف لي هارد نرجع إن شاء الله يا ربي إذن انتهنا من الخيار شكرا